سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2328 تدخلاً في عدة مناطق مختلفة من الوطن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية والإجلاء الصحي إخماد حرائق والجهزة الأمنية أيضاً كما سجلت عشرات الحوادث مرور منها ستة حوادث أكثر دموية تسببت في وفاة أربعة أشخاص وجرحي أربعون شخصاً أثقلوا حصل سجلت بولاية بجاية بوفاة الشخص وجرحي ثلاثة آخرين كما قام أيضاً جهاز حرصة الشواطئ والاستجمام بـ 1121 التدخل تم إنقاذ 809 أشخاص وتقديم الإسعافات لـ 273 آخرين فيما تم تسجيل وفاة سبعة أشخاص غرقاً ترجمة نانسي قنقر